ولا نبر عبر عبر ولا نبر انا مش نبدأ بفنين الراب اللي اللي عبر واحتج على مديري المهرجانات في تونس اللي اللي قال حطونا تصويرته تجيبوا في راغب علامة بتسعين الف دولار اذي في تدوينة كان فسخها لكن نشرها صفحات كما اشتاد ميديا والاعلامة التونسي وطبعا هيفا بن يوسف السيدة المعدة تفسخ تدوينة ما تفسخش تدوينة تفلشي ويكون موجود معنا الاختيكل قال جيبوا في راغب علامة بتسعين الف دولار وقال الكفوري بمية وعشرين الف دولار وين اللي مارجين قرتاج والحمامات نحاوني من البرمجة سمعت اللي في قرتاج معادش رابير عندو الحق يعمل حفلة وحده كان في بيلهم اللي احنا نظروا في الضوق العام غالطين رانا نعملوا في موزيكا مش نورمال نحكيوا في مشاكل الشعب نمثلوه لعبات تحترمنا برشة البرع ماشي في بيلكم براغب علامة موائل الكفوري بش ترتقيوا بالذوق العام اللي صار في حفلاتهم ما هوش ارتقاء بالذوق العام جايبين موائل الكفوري بتسعين الف دولار غنى ساعة غيربوع وثم غنية عودة خمسة مرات قال جايبين اصالة نصري بميتين الف دولار تحكيوا بالرسمي يا برو انا جيبوني نخدم لكم كان بتلاثين الف دولار كهو نغني ساعتين نعمل عرض ما صارش في تونس نخلي العبات تحكي عليه الجمعة انا تلاثين الف دولار كهو انا تونسي زوالي توناعمل لكم سوم الماسترو عبد الباصل بالقيد اراك زوالي بتلاثين الف دولار شاء الله كلنا زوالي هو ناجم يكون عنده الحقرة وفي كلامه الحقيقة بنسبة لغب علامة خلينا نحكيوه على كلامه وشستمو يقول لك راغب علامة تسعين الف دولار ووائل الكفوري مية عشرين الف دورة ورجعت لك الحفلة وائل الكفوري وتقييم الحفلة وائل الكفوري ماي الارقام هذي يقول برشة وعليش برشة بالنسبة لي هو ممكن انا خطر انا نعرفوش ما انا بالبارحة وانا عرفته حليت عليه الكتاب فهمت هم اللي رابير عادة تلنا رو اسمهم معالين حتى في العالم معناها معروفة اذي فهمت اه بالنسبة لكلامه عنده في شوية حق الحقيقة ورغب عليه ما معاود نفسه وائل الكفوري بانت ساعة سنين مرجيش لتونس لكن فماش انتاج كبير برشة فهمت معناها عادي وحتى الاغنيت اللي غنيهم شفت انا الحفلة شوية معناها غالي معروفين تسعين الف دولار كي ما قلت لك رو بالنسبة للفنانين اذو ما شوية لكن هو يقترح تسعين الف دولار وزوالي بو ان شاء الله يكونوا كيفو به دكتور اللي هنا يقول لي في بالكم براغب علامة وائل الكفوري بش ترتقيوا بالذوق العام رو مش هكا ترتقيوا به الذوق العام انا الحق أضاء المقاربة هذي كل واحد كل واحد عنده قدر وعنده قيمته كي الفنان رغب علامة كريار ما شاء الله يظهل لثلاثين سنين والاربعين سنين والاربعين سنين والاربعين سنين والاربعين سنين ما يزاد هذا ما يمنعش بش من قولوش فنان غاب يزمو كو موجود تونسي هو قال اسمات لي في كارتاج معاتش رابور عندو الحق يعمل حفلة وحدو يزمو كو معاشكو صحيحة اي صحيحة اي صحيحة اي خلياتينا المعلومة راب والمزود اي المزود المزود معاتش ممنوع وليت في معنية في المهرجات في الدورة في الدورة الرسمية اي ممنوع ممنوع من وزارة معنية من وزارة الثقافة هو نحن سمعنا مدي مهرجان كارتاج قال علش ما نعملوش مهرجان ايامات مختص في الراب ولا في المزود ولا اقتراح اي اقتراح اي اقتراح ينجم تكون فكرة ماش خائبة تنجم تكون على كل حال انا ضد السنسور ما انت ما فاماش علش بش المزود عندو جمهور يكون في كارتاج الراب كيف كيف راغب علامة كيف كيف ختمو فما ديما نرجع اذواق والمهرجان راهو عندو كل خلفية يحب يصول الفلوس بش نجم يعيش فمت يجيب لكتاد دا فيش صحيحة بش يبيع فمت ما يعمل الى فيش كومبلي سولدوت اكسترا مع انت هذية من ننساهوش على خاطر المهرجان ينزمو انسقتين اوتونومي على كل حال انا بالنسبة لي انا فنان راب كيف